مرحباً بكم أيها الأخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الدكرة كنشكركم على التعاليق ديالكم وتنبيهات ديالكم وتشجيعات وكنشكر بالأخص الأخ براهيم الحمر ابن مدينة القنطرة المتيب المتيم والمفتون بحب الكاك والموقع حالياً بديار الكندية بمدينة موريال وبهذه المناسبة كنا رجعون نحط الرحال عند فارس سابو النادي القنيطري فاش غدين نتكلموا على وحد الحارس اللي كان بصمت على لقاءات رائعة وكان غد يصبح مشروع حارس كبير لولا القطر المحتوم اللي غادرنا باكراً وهو الحارس المرحوم حامل البصيلي رحمه الله حامل البصيلي اللي الشهرة دياله كانت سبقاته وكان كما قلت هو كان قد يكون حارس كبير مناصفة مع علال والهزاز والشاوي والحارس الزاكي نجوم الحراسة في المنتخب الوطني المغربي كما قلت حامل البصيلي كان صبح حارس الرسمي لفارق النادي القنيطري وأدى مقابلة رائعة وبصمع للمكانة دياله كحارس عناق والتحق بفارق الشبان الحراس عارين المنتخب الوطني للشبان حامل البصيلي في الصورة رحمه الله كان كما قلت النجومية دياله سبقات يعني كان تدرج في الفئات ديالنا ديال القنيطري وصبح الحارس الرسمي ديال الفارق والعمع أباقرة النادي القنيطري بجمعه ولائحة يعني حامل البصيلي كان كما قلت كانت تكون له واحد الشهرة وكانت تكون عنده واحد المكانة لو لا القطر المحتوم جمهور النادي القنيطري ما زالك يتذكر واحد المقابلة كان جراها النادي القنيطري مقابلة حبية مع الفارق الفرنسي باستيا وكان انتصر النادي القنيطري بإصابة لسفر وكان أدى حامل البصيلي مقابلة رائعة وصد قدثات وصد هجومات ديالفارق باستيا الفرنسي وكانوا من تلك المقابلة كانوا رؤساء فارق باستيا فكروا باش يجلبوا حامل البصيلي باش الفارق باستيا الفرنسي لكن من بعد أسبوع جاء النبأ الصاعقة لنزلت على جمهور النادي القنيطري وفارق النادي القنيطري المغرب أجمعين بوفاة حامير البصيلي حتى شي واحد مهضم خبأ هذا الخبر هذا الصاعقة بوفاة حامير البصيلي خصوصاً وهو كان مازال في الرعان الشباب رياله وفوح الدوري كان تقام في فرنسا وشارك فيه المنتخب الأولمبي وكان الحارس زياره هو حامير البصيلي كان المنتخب الوطني المغربي الأولمبي ووجه فارق سانتيتيان وكان مرة أخرى كان بصم الحارس البصيلي على مقابلة رائعة وكان دق أحسن لاعي في مقابلة وهنتم تشوفه في صورة دخولة حامير البصيلي الرائعة وبجانبه المدافع الشهير القنيطري بوجمع كما قلت حامير البصيلي كان كيتنبق له الجمهور المغربي والجمهور القنيطري على الخصوص على أنه حارس كبير وكما قلت بالرغم من ريع أنت الشباب دياله كانت الشوارة دياله وصبقاته وهنتم تشوفوا الأب الروحي الصويري رحمه الله كيقوم بتبرينات في أباجديات حارسة المرمى للحارس كبير حامير البصيلي حامير البصيلي ليس باش منه الجمهور القنيطري والجمهور المغربي لأنه غادرنا في شباب وكما قلت للقدر المحتوم رأي آخر وتمكت تشوفوا الأب الروحي الصويري مع نجوم النادي القنيطري في تلك الأزمينة في ذلك الزمان الجميل وتمكت تشوفوا كيفاش كانوا كيتعاملوا رؤساء الفراق المدربين مع اللاعبين وشوفوا مرة الأخرى صورة معبرة للأب الروحي الصويري كيدرب الحارس العملاق البصيلي اللي كان نتمنوا لها الرحمات والمغفرة والتواب وإنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله البصيلي